لو الإمام بصلي جالساً هل المأموم يلزم أن يكون جالساً؟ لا يلزم كان هذا أول الأمر النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا صلى الإمام قائماً فصلوا قياماً وإن صلى جالساً فصلوا جلوساً أجمعون وأيضاً صلى النبي ذات يوم جالساً والصحابة خلفه قيام فقال إن كدتم أنفاً أن تفعلوا فعل فارس والروم يصلون جلوساً أو يقومون على ملوكهم وهم جلوس لكن بعد هذا نسخ هذا في مرض موت النبي صلى الله عليه وسلم صلى النبي صلى الله عليه وسلم جالساً والصحابة خلفه قيام فقال شيخ البقاري الحميدي يؤخذ من فعل النبي الآخر فالآخر وإلى هذا ذهب جمهور العلماء خلافاً للحنابلة جمهور العلماء قالوا إذا صلى الإمام جالساً ونحن قادرون على الصلاة قيام صلينا قياماً